احتفلت المنظمة العربية لتنمية الزراعية بيوم الزراع العربية تحت شعار معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقدرة على الصمود وتحقيق الأمن الغذائية كان ذلك بحضور عدد من مسؤولي القطاع الزراعية في مصر ودول عربية المزيد يطلعن عليه مرسل تلفزيون مصري محمود جميل اهلا وسهلا بحضراتكم ارحب بكم في هذه الاحتفالية الزراعية الهامة التي نظمتها المنظمة العربية لتنمية الزراعية للاحتفال بيوم الزراع العربية هذا اليوم الذي يصادف السابع والعشرين من سبتمبر كل عام وهو اليوم الذي بشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية اعمالها في مقرها بيئة الخرطوم عام 1972 هذا اليوم يأتي احتفالا بالمزارعين واحتفالا ايضا بكل العاملين في القطاع الزراعي في الدول العربية وجاء هذا اليوم تحت شعار معا لبناء نظم زراعية غذائية عربية مرنة وقادرة على السمود وتحقيق الامن الغذائي بحضور عدد من المسؤولين وعلى رأسهم مدير المنظمة العربية السيد ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة وايضا السيد القصير وزير الزراع المصري تم الحديث بكلمة افتتاحية لمدير المنظمة الذي اكد على ضرورة الاهتمام بالاحتفال بهذا اليوم واكد ان هذا الاحتفال يأتي في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع الزراع وقضية الامن الغذائي في الدول العربية متأثرة بالتغيرات المناخية والاقتصادية لكن اكد ايضا انه لابد ان تتشارك الدول العربية وتعمل سويا للوصول لانظمة غذائية مرنة والقدرة على مواجهة هذه التحديات ثم كان هناك كلمة لها السيد القصير وزير الزراعة الذي اكد اهتمام الدولة المصرية ايضا بالقطاع الزراعي وايضا وجه التهنئة لكل العاملين في الزراعة واكد على استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي وان هذه الاستراتيجية بدت واضحة في عدد كبير من الدول العربية ومصر لديها تجربة فريدة في هذا الامر فيما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل وايضا طرح بعض الحلول لمواجهة التحديات والتغيرات التي تطرأ على القطاع الزراعي وقضية الامنة الجذائي منها على سبيل المثال ضرورة مواجهة الزيادة السكانية ووضع آليات لهذه المشكلة وايضا البحث عن آليات لتمويل القطاع الزراعي وايضا التوسع في التطبيقات التكنولوجية المختلفة والتوسع في البرامج الزراعية الرقمية وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراع وهذا ما ينقلنا إلى الورشة التي عقدت أيضا على هامش هذا المؤتمر وهي ورشة عمل حول بناء أنظمة زراعية غذائية عربية مرينة وقادرة على الصمود والأمنة الجذائي تم الحديث فيها في جلسة حول جهود الدول العربية في مجال تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية تحدث المشاركون عن هذه الجهود وكيف تقدم الدول العربية بعض الحلول وأيضا الدعم لقطاع الزراعة لمواجهة كل هذه التحديات وأيضا الحديث عن دول المنظمات العربية والإقليمية والدولية عن جهود الدول العربية في مواجهة أثار التغيرات المناخية وتحقيق المرونة لمواجهة كل هذه التحديات الخاصة بالزراعة فهذا يوم احتفالي هام كان في عدد كبير من الوزراء الزراعيين من عدد من الدول العربية وكان الحديث الأبرز على كيفية مواجهة هذه التحديات ووضع الحلول المختلفة لمواجهة كل التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي وبالتأكيد تقديم التهنئة لكل العاملين في مجال الزراعة هذه هي التفاصيل الخاصة بهذه الاحتفالية الهامة التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية احتفالا بيوم الزراعة العربي والآن عودة إليكم مرة أخرى